اشتركوا في القناة وصاحب رؤية فريدة للاستمرارية والاستدامة أساسها الإنسان هذا الرجل العظيم استقى من التاريخ التجربة والتحمل وزرع في المستقبل التطور والبنيان ناشرا ثقافة التمسك بالجذور والوطن واصلا الأغصان في كل أنحاء العالم دكتور نسيب فواز مؤسس ومدير عام الشركة الدولية للطاقة Energy International Corporation مؤسس ورئيس المجلس الاخترابي اللبناني للأعمال شغر منصب رئيس مجلس إدارة The American Arab Chamber of Commerce التي أسسها في ميشيغن مؤسس موقع Higher Lebanese مؤسس International Association for Organs في ميشيغن هذه الإنجازات والنجاحات إضافة إلى الكثير من العطاءات والمساعدات وخلق الفرص وكان الهدف دائما تطوير الإنتاجية وتوحيد الطاقات والإمكانات أهلا وسهلا دكتور نسيب فواز شكرا على المقدمة المهمة يمكن أعطيتين أكثر ما بستاهل شرفتنا ونحن قلنا الشرف أن نستضيفك ببرنامج دينات كاست دكتور نسيب الهرم اليوم والمهاجر إلى الولايات المتحدة عن عمر السادس عشر ماذا تذكر من صعوبات تلك المرحلة؟ الحقيقة صعوبات اللي عانيتها هي مثل الصعوبات اللي بعانيها كل المهاجر لما بيكون بعضه صغير في العمر وبيترك أهله ووطنه وبلده أنا من عائلة يعني ثمان أشخاص وأم وأبن هنا عشرة وقريبين على بعضنا كتير فكما الصعب أن أنت عمرك 16-17 سنة تترك وتروح على بلاد غريبة أنت تارك بلدك تارك أهلك تارك وطنك وراي على بيئة غريبة ناس غربة ما بتعرفهم ما بتعرف اللغة ما بتعرف البلد ما بتعرف المستقبل فهون كان الخوف أكتر شي فهيدا كان صعب الشيء الثاني لما وصلت لهونيك لقيت الوضع يختلف ما كنت أنا بتصور كنت تصور أن أمريكا هي مثل ما نشوف بالتلفزيونات يعني بنايات عالية وشاهقة وبيوت فخمي وبحر ودنيا لا لأنها أنه بلد صناعي خاصة أنا رحت على ميشغن على ديترويد بلد صناعي يعني متوسط الوضع الأحوال الناس يشتغلوا كل يوم 8 ساعات 5-6 أيام الأسبوع مش يطلوا معا شون فكان اختلاف الفكرة ما هي أن كيف أمريكا وأنت رايح لون فهون كان شك إلي أنا المخترب اللبناني كان دائما عنصر أساسيا من خلال استثماره في بلده طبعا الذي لا نشهده مؤخرا ونتكلم عن الاستثمارات ما هي خطتكم الاقتصادية المتجددة التي تواكب وضعنا اليوم شوفي أنت تعرفي أنه اليوم وضع اللبنان لا يسمح الاستثمار بالماضي كالمجلس الاقتراب اللبناني كوارج الأعمال اللبناني ومسؤول كنت عن غرفة التجارة العربية الأمريكية في أمريكا كنت شجع كثير أنه المغتربين يجوا على لبنان ويستثمروا في لبنان ويوظفوا في لبنان ويعملوا صناعة في لبنان وبنفس الوقت شجع يجيبوا أمويلين وحطوها في مصارف في لبنان لأنه هذا بأول الوطن وناس كثير من مغتربين من أمريكا وأوروبا البرزيل وإفريقيا والميدل إيست جاءوا أموالهم للبنان لأنه تعرفوا قضية المال شو صار فيهون فاليوم صعب أنك تقول له للمغترب تتع استثمر في الوطن بالصناعة أنا كنت بتمنى أنا عندي معمل صناعي في دبي هذا المعمل كنت بدي أمه له في لبنان لكن ما أدر أمه في لبنان لأنه في أمور كثير بتحد من نجاح الاستثمار في لبنان فما بعتقد عندي شيء جديد للبنان عندنا أفكار رائعة عندنا أفكار مهمة لكن مهم أنه يكون عندنا هون أسس الاستثمار هالي راح نحكي عنها في المستقبل قريبا شركة Energy International Corporation التي أسستها وتترأسها كانت البداية وحيث أن الطاقة تأخذ حيث كبير من اهتمامك ما هي فصول شركة EIC العملية شركة Energy International Corporation أسستها سنة 1978 يعني اليوم تقولي 45 سنة عمره وابتدأت أنا وبنت واحد الساكرتاري في ميشيغن وكان عندي أفكار أين بدي أوصل لكن كان إذا حكيت لبعض الناس شو أنا أفكاري كانوا أقولوا هذا شيء صعب ما ممكن نصير الحقيقة جهدت كثيرا بقدلت أربع خمس سنوات خسرت كل الأموال اللي عندي لأنه صرفت على التأسيس لكن الله وفعني واخدت أدة مشاريع ونجحنا وابتدأنا نكبر Energy International عندها عدة فروع وعندها عدة مجلات تشطل فيها نحن نعمل في مجال الطاقة في مجال الصناعة في مجال الترانسبيتيشن يعني مواصلات كل المواقف للبلدية الدبي وعبوظبي والشارقة والخليج نحن مأمنين من أمنا الفير كالكشن سيستم يعني كيف يدفع الواحد في البص ويدفع فيه التاكسي وكيف يدفع فيه الترين هذا عملنا كارت خاص اسمه هول كارت مع اتفاق مع دبي وهذا الكارت موجود فيه نحن نقوم بالصياني ومنقوم فيه العمل فيه عندنا فرع كهرباء وميكانيك في قطر نحن اشتعلنا في عدة مشاريع في قطر مهمة جدا نعملها صياني مثل مستشفيات وفنادق وجامعات في الأردن نحن يعني كل الكهرباء والميكانيك في الأردن نحن نركبنا ونعمله صياني هلأ اجددنا عقل خمس سنوات لصيانة الكهرباء والميكانيك فيه المطار وهي ماشي أحسن شيء المطار وانا بتأمل انه شاء الله يكون مطارنا في لبنان عنده الفئة هل تقوم فيها العمل هيدا فيه عندنا مكاتب فيه السعودية في جدة والرياض ودمام فيه انه ابو دبي دبي الشارق تقريبا شيء 350 موظف والهيد اوفيس باميركا شاركي محترمي وكل الناس بتحبه ونحن عنا هلف واحد هي الاستقامة والمتابعة هيدا شاركة انجري انترناشنال اكيد فيه كتير من احكي عنا لكن فيه انه مثل مشاريع الضخمة اللي امنا فيها الواحد فيه يروح على انرجي انتل دات كام بشوف المشاريع والصناعة اللي منعملها والبضاعة اللي منوزعة شيء مهم فكنت بتمنى انه فيه مكتب في لبنان وانا نقلت الفرع الهندسي من امريكا جبته على لبنان عندي اليوم شيء 12 او 15 مهندس بيشتعلوا في لبنان للسعودية والامارات والقطر فهيدا مثل اليوم انت بتنسكي تليفون اذا فيه غلط بتتلفني على الشركة برد عليك واحد في الهند برد واحد في الفلبين يعني ما ضرورة بعد انه يكون في نفس البلد فانا اخدت هالفكرة وجبتها الى لبنان فاللبنان عنا مهنسين من الايو بي الايو انديو اليسوعية اللبنانية مهمين جدا فايدا ليه ما نحن عم استعمرهم فانحنا اخذنا هيدا وهلا عم استعمل هيدا كبداية نمرن الشباب وننقلهم على الخليج او محل ما عنا شغل مش ساعد اللبنانيين للخارج يعني مثل امثالك شو بدنا بعد احسن من هيك باللبنان سنشاهد سويا نبذة عن المجلس الاختراب اللبناني للاعمال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باستقرار واجماع سياسي مستدام فان الاقتصاد لبناني قد ينهض من جديد ليصبح مركزا مزدهرا في المنطقة يفتخر به كل ابنائه وبناته من مقيمين ومغتربين هذا الاغتراب المتشوق بقسم كبير من ابنائه ليس فقط لزيارة الوطن الام والحنين الى ارض الاجداد بل للاستثمار فيه ونقل خبراته ونجحاته اليه ان قدر لبنان هو مسئولية اللبنانيين وحدهم وهو ليس مسئولية الاخرين ان لبنان الموجود في التاريخ القادر على الانبعاث في المستقبل هو اكبر بكثير من هذا اللبناني المقبل بالجغرافيا فعلا نفتخر بهذا النظام المصرفي ونفتخر بالمصرفين اللبنانيين الذين حفظوا على اموال المقتربين والمقيمين في جميع الاحوال وفي جميع الزروف وفي جميع الازمات التي عصفت بلبنان كانت امنية او سياسية او اقتصادية او ازمات عالمية كان لبنان والقطاع المصرفي بألف ألف خير لقد آن الاوان لان يرتاح هذا الوطن فقد طالت معاناته ولعل اسمى وارقى صورة تظهر فيها الامم والدول والشعوب تفوقها ورقيها وحضارتها الانسانية هي من خلال العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والشفافية في التعامل بين مكونات الحكم فيما بينها من ناحية وبين الدولة ومواطنيها من ناحية اخرى لبنان هو كيان لصيق بنا هو تاريخ وتراث وقصة شعب فالدم اللبناني يوسر في عروقنا اينما كنا وفي اي قارة انتشرنا وانا اقترح على اطباء العالم ان يضيفوا فئة الى فئة الى فئات الدم المعتمدة فئة الدم اللبناني لابنيس فاضدك بعد هالفيديو الرائع وهالمسيرة وهالناجحات شو بجيقول واحد الحقيقة الواحد بتذكر التاريخ والنشاط اللي قمنا فيه والعمل اللي عملناه من اجل لبنان ما كانت بس هي مؤتمرات كان بعض المؤتمرات صار فيه اتفاقيات مهمة بيننا وبين الدول مثلا المؤتمر اللي عملناه في البرازيل كان موجود دوت الرئيس المرحوم شهيد الحريري وكان رئيس الجمهورية لولا دي سلفا هاللي رجع اليوم هو رئيس جمهورية وانا بتذكر انه رئيس الوزارة اللبناني الشهيد رفيق الحريري قال انا افتخر ان اكون رئيس وزارة لخمس ملايين لبناني وكان قام طلع لولا دي سلفا رئيس البرازيل وقال انا افتخر ان اكون رئيس جمهورية لعشر ملايين لبناني اصل في البرازيل يعني هون بتقل لك عداش قوة لبنان عداش اهمية لبنان مش بس في البرازيل في العالم كله نحن قوة مهمة جدا اذا اتفقنا واشتغلنا مع بعضنا وهذا هدف المجلس ما الذي رسمتموه من خطط واستراتيجيات في المجلس الاخترابي لنقدر نوصل لليوم لهيدا النجاح شوفي مرأة علينا مدة صعبة اول شي مرأة مدة الكورونا سنتين او ثلاثة ما قدرنا نعمل نشاطات ما قدرنا نعمل الاجتماعات ما قدرنا نسافر ما قدرنا نعمل مؤتمرات هيدا شي شيتين اللي صار لبنان ما عند عنده يعني وضع سياسي ثابت ما في رئيس جمهورية كان يعطي العافية بس ما كانوا نتعاونوا معهم كان بعدين معنا رئيس وزارة لمدة طويلة كان ما في وزارة ثابت بعدين هلا معنا رئيس جمهورية بعدين الاموال اللبنانيين بدي يقول انتهبت ولا راحت ولا كيف انسرقت ايدا شي غير معقول فلذلك نحنا اليوم بنا نرجع نبلش من اول وجديد نحنا بنا نحافظ على اللبنانيين بنا نقلهم لبنان انه لبنان يعود ويقيم وبمساعدتكم لازم يكون في لبنان وانا اقترح واقترحت كتير على الحكومة والسخصيات السياسية اللبنانية ان يكون هناك 24 نائب من اصل اللبناني في الاغتراب ستة لكل قارة نحنا هون اعطونا قالوا انه في ست نواب لمغتربين طيب ست نواب نحنا 14 مليون برا بدنا اعطونا ست نواب هذا ما بيأثر كتير ما بيأثر في المجلس النوابي 24 نائب اذا كانوا كتلي يعملوا الشيء المهم بيأثروا على رجل مهوري بيأثروا على الوزارة بيعملوا بيصلحوا البلد بيعملوا البلد في انها شخصيات مهمة كتير في العالم انها حتى روسائج مهوريات في العالم فخلينا نستفيد منهم نحنا نطلب من اللبنانيين ومن الحكومة اللبنانية ومسؤولين اللبنانيين انه يسمحوا شوائد للمغتربين يجوا اليوم بالوقت الحاضر السنة هاي انا بقول انه في عشر مليارات دولار تجد من المغتربين اليوم في شي مليونين مغترب موجودين في لبنان وهي دي كله من اللبنانيين بدأ ارجع زيد هلا انه لبنان مش مكسور لبنان غني اذا استعلينا الامن الموال البحرية والكازينة والبور والبور ترابلوس والبور سايدا والليطاني نهر الليطان نتنظف واستعمل الماء اللي فيه والغاز لجيه لانه شي مهم كتير فكيف نلاقي المستقبل اذا هذا المستقبل للبنان لازم يكون في فئة هاللي بتحافظ على لبنان وتحافظ على الموظف اللبناني مش معقول يعني اليوم يكون معلم ما عاش مئة دولار او اي واحد ما عاش مئة دولار ومئة دولار اليوم ما بتعم مغرأ هذا شي مش معقول فنحنا كمجلس اقترابي عم نعمل ل نخلي لبنان نشيط ونجمع اللبنانيين اللي يعمل لمصدعات لبنان سياسيا واقتصاديا وبالمقابل حضرتك مثل ما بنعرف انك مفتاح باب النجاح للكثيرين وقدوة باهرة ومحفز اساسي كمان لرؤية مستقبلية لانك اسست موقع ما هي اسس وستراتيجية هذا الموقع شوفي انا اسست غرفة التجارة الامريكية العربية وكنت رئيسة لمدة عشر سنوات وكانت غرفة التجارة ناجحة جدا وكان لما نعمل الاجتماع السفراء العرب 14 سفير او 15 سفير من واشنطن يجل لانا على ميشغن كانوا جامعة العربية هناك وحيط حتى البيت الابض كان يبعث بايس فرزن يبعث ممثلين للغرفة فإننا قادرين كلبنانيين وكعرب قادرين في أمريكا لكن 2004 شركات كتير سكرت وقفت وناس كتير شباب بلا شغل ففيه شاب اسمه ربيع مغرب صديق حبيب إلي اتفعت أنه نعمل نأسس وابسايت اسمه hire lebanese dot com وهيدا hire lebanese dot com فيه الوحل بيبعث السيفي طبعه بيبعث السيرة الذاتية وشركات بتنقف يون فعنا اليوم 200 ألف سيرة خاصة لللبنانيين عم بفتشوا على عمل بين لبنان ولبنان لبنان والمغترب لبنان والخليج لبنان الخليج والخارج أمريكا أوروبا وينما كان هايدي مؤسسي لللبناني hire lebanese hire يعني hir وظف lebanani dot com واليوم بدير السيد ربيع غربي ورويهم غربي الشاب لبناني مخلص وأنا اليوم سلمت كل شي وهو اليوم صاحبة خلي ماليش no problem عم سل the chairman بس مايش الحال أنا بهمني أنه نأسس ونعطي للشباب مثل ما أسست صورة التجارة سلمت للشباب أسست hire lebanese أعطيت للشباب هلا نحنا أن المجلس الاغترابي إن شاء الله بلاقي شاب مهمة اللي يسلم وأنا حاولت هلا من رجل نحكي عن مجلس المستقبل إنه دائما نبني للمستقبل ونخلي الشباب يستلموا لأنه أنت ما بتبني لحالك إذا بتبني لحالك يعني أنت في عش حضرتك لما أنه بنات حالك بحالك أنت عارف المشاكل اللي ممكن الشخص يمشي يعني يمرؤ فيها والصعوبات ومن هيك أنت فكرت أنه كل شخص لازم أنه يكون عم يشتغل ولازم يكون عم يتعلم ولازم يقدر يكبر ببلده أو خارج لبنان ويكون اسمه موجود بالمجتمع وهذه القصص اللي أنت بلشت فيها من أنت وصغير وبعدك لغاية اليوم وأكيد رح تكمل فيها الله خليك باء من نشاط دون كلل الحقيقة الإنسان لازم يعطي للبلد اللي هو فيه من يعني طمحات المجلس لاغتراب اللبناني أولا أن نتعرف على بعضنا البعض حول العالم ونعمل من بعضنا كل لبنانيين ونعمل لمصالحنا الخاصة لازم يربح الإنسان من المؤسسة اللي هو فيها واحد اثنين أن نساعد لبنان سياسيا واقتصاديا اقتصاديا هو بالاستثمار والصناعة والسياحة وغير ذلك وأن يعمل للبنان سياسيا يعني إذا فيه مشكلة ونحن موجودين في أمريكا لازم نروح نحن على البيت الأبيض إلنا حق مثل أي أمريكي أو للكانون كونغرس وسنة ندافع عن لبنان ودافعنا أدة مرات في واشنطن وفي نيويورك وينما كان مندافع عن لبنان لما عنده مشكلة الهدف الثالث هو مسؤوليتك أن تعمل البلد اللي أنت فيه يعني تعمل الجالي اللي أنت فيها أنت ما بتكون بخير إذا جاليتك مش بخير إذا جيرانك مش بخير فأنت تعمل الجالي فأنا أسست كثير مؤسسات لمصدح الجالي أنا عملت في المركز الإسلامي في أمريكا كانت رئيسه لمدة سبع دورات كل دورة يمكن سنتين وأسسنا من أهم المراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية وأجمل مسجد في أمريكا الشمالية بس مش مسجد صلاة لكن مركز الإسلامي في مكاتب وفي قاعات وفي محاضرات ويكون في كمان يكون فيها اجتماعات مهمة هو اتصال بالمؤسسات الثانية اللبنانية المسيحية نحن أنا أكتير جيدة في أنا أنا عملت عملت علاقة جيدة بين المسيحيين اللبنانيين والمسلمين اللبنانيين خاصة وقت الحرب نحن إخوان وأهل وأصدقاء ونحن نروع على الكنيسة ونتبرع على الكنيسة والكنيسة بيجو لنا ولما إجه البطرك على أمريكا إجه على المركز الإسلامي ونحن بعشورة أنا بعمل احتفال اسمه يونتي دينر بازم عشرين رجل دين مسيحي وعشرين رجل دين مسلم من جميع الفئات وكلهم بيتكلموا وكلهم أحباب وأصدقاء مع شخصيات كبيرة من السياسيين والقضاء فهذا دليل على وحدة الجلي فهذا أنا بفتغل فيه أن إحنا سيعدنا أن نخلي الجلي كله مع بعض وتعمل مع بعض في أدة مؤسسات أنا دخلت فيها مثلا أنا بشتغل مع الجامعات جامعة ميشيغن ستيت يونيفورستي يونيفورسي ميشيغن وينستيت هاي الجامعات أنا عندي فيها سكولرشيب للطلاب اللبنانيين والعرب هاللي متفوقين وبحاجة فيه الواحد يروح على الجامعة يسأل عن مساعدة من سكولرشيب تبعى نسيب فواز بدقيها إذا كان قادر الجامعة بتقرر وتعطي أسسنا عدة هلأ أنا بالوورل ميديك من سائل العالم كله على الحصول على الأدوية وعلى معدات المستشفيات ومعدات طبية نحن صرنا بيعطين للبنان خمسة ستة كنتينرز لأدة مستشفيات عم نبعث لليمن نبعث لأثيوبيا نبعث لغانا نبعث للفلبين مؤسسي مهمي وأنا عضو فعال فيها وعضو مجلس إدارة ومسؤول يعني بسموه رئيس الامباسرز لعنا في العالم هذا عمل الإنساني الإنساني بيعمله مش بس أنه بيعطي من وقته وعسي يعطي من أمويله كمان فإذا نحن علينا مسؤولية مسؤولية أن نساعد الآخر مش مسؤولية أنك أنت بس تستفيد أنا بمسط إذا صديقي صار معه مصاري وإذا كان صار عنده مركز ليش لا نجاح من نجاحة تأهيل ومساعدة المخترب في مجال الاقتصاد والاستثمار خريصا على عودة المخترب إلى وطنه لتوظيف طاقاته ما المطلوب اليوم لهذه العودة شوف يعني اليوم ما بده يقص الواحر كتير اليوم نحنا أهم شي عنا في لبنان أن ننتهي من الفساد نحنا لازم يكون عنا بنية تحتية يعني يكون عنا كهرباء ومي ويكون عنا قانون اليوم إذا شخص عنده مشكلة بالقانون ما ما إله حق ما بيأخذ حقه ولا في نفذ ولا كيف بدك تجي تستثمر أنت في البلد فإذا أنت بدك تكون في قانون العدل وأساس الملك قانون عدل وينفذ هذه أهمية ضروري أنه كمان الدولة تتعاون مع الشخصيات المهمة في العالم مع المغتربين يعني ما بيمنع يكون أن نحنا مثلا المغتربين ست وزراء من أصل ثلاثين وزير ليه ما بيكون في شخصيات اقترابية مهمة جدا وقدرة ومتعلمة ومع أموال متألة تجي ليه ما بيجيبهم فإذا نحن بحاجة للبنان تغيير الشامل أهم شيء هو القانون الأمن عندما نقول توحيد المغتربين تبدو هذه العملية للوهلة الأولى سهلة ولكن الغوز فيها تحتاج إلى دراسة معمقة كيف تعملون على أنجاحها في بالماضي يمكن من 1898 دولة الرئيس سليم الحص عمل مبادرة جمع كل المؤسسات الاغترابية في لبنان ونحن كنا منون غرفة التجارة كانت منون وتقسمت هذه المؤسسات إلى فئات رجال أعمال دكاترا محامية كذا وطلعنا بمقرارات تفيد الوطن منها إنشاء المجلس الاغتراب اللبناني هيك بتلعي المجلس الاغتراب اللبناني ودكتور سليم الحص يعطينا مكتب في وزارة خارجية وأخذنا مكتب وابتدأنا العمل من هذك اليوم أنا بقول إنه صعب تجيبهم لكن مش صعب إنك تجمع قسم منهم أنا بتمنى إنه رئيس الوزارة اليوم مع المسؤولين يعملوا لقاء لكل هيئات الاقترابية في لبنان مؤتمر في السن القادم وأنا رأي أشغل على هذا أنا رأي حاول شوف رئيس الوزارة ونعمل على الأساس مع وزير مع وزير الخارجي مع وزير الاقتصاد أنه يكون في مؤتمر مهم جدا لكل اللبنانيين هذا بيجيب اللبنانيين على البلد وممكن أنه يساعد البلد كتير في فكرة طلعنا فيها وبعد اليوم موجود لمجلس النواب ووفي عليها رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية هي أعطاء اللبناني هل لكل واحد من أصل اللبناني نعطيه بطاقة اقترابية هالبطاقة اقترابية نعطيها لللبناني وإله لأولاده لعائلته أنا عندي مثلا أربع إذا عطيتهم أنا أولاد أنا موان جنسي بس فين ما عندنا إذا عطيناهم بطاقة اقترابية أنه أنت لبناني أكيد بدو يجي على لبنان وهالبطاقة اللبنانية تسمح له أن نأتي إلى لبنان بدون فيزا وتسمح له مثلا نشتري أرض وأن يؤسس وأن يعمل هذا حق حق إلا يعني مثل عن تعطي غرين كارد بس ما له حي يصوت مثلا في أمريكا أنت عندك الإقامة الدائمة هاللي غرين كارد ما إلك حق تنتخب لكن الحق بكل شي فإن إحنا لماذا نعطي اللبنانيين هيدا تعرف أدي هي بجي أموال للبنان شي رائع جدا هيدا عم نشتغالها وصلت لمجلس النواب ووقفت إن شاء الله مجلس النواب إذا بيحل الأمور التانية بلحق نتمنى لمحورنا الأخير بالوقت القريب ما هو أول نشاط للمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال الذي يمكننا الإفصح عنهم ولا شوف اليوم نحن عنا مشكلة الجيل القادم الدولة أو البلد هاللي بيمروا عليها جيلين أو تلاتة وما بيكونوا متعلمين وما بيكونوا فامانين ونشطين وجامعات بتخسر كتير وبتأخر بصير بلد مؤخر ونحن مبنع البناء يتأخر فذلك نحن عم نعمل للطلاب منساعد الطلاب منساعد المعلمين ندفع مواصلات للطلاب ليروحوا للمدارس ندفع مواصلات البنزين للمعلمين التي وصلوا للمدارس اليوم عنا نشاط بيت 17 أغسط في الفينيسيا عشا ريعوا لجامعة لبنانية أو للطلاب الجامعة اللبنية وين ما بنا نحن اتصلنا وزير التربي ورح يكون موجود معنا ومعالي وزير الصناعة رح يكون معنا ووزير الثقافية رح يكون معنا وريعوا وريعوا ومع صلنا برئيس الجامعة وفي بعض الأمور يعني شروط هل كيف لازم الأموال تروح لأنه في خطة لا تعطيها إلا بوافقة الوزراء وكذا مش مهم قانونيا نحن منعملها فرح نساعد الجامعة على أو مختبر أو مساعدات عينية فيكون راعة للجامعة اللبنانية نتم الحضور ثلاث أربعمائة شخص ونجمع لنا مبلغ منيح لمساعدة الجامعة اللبنانية هذا الموضوع للأسبوع القارن بالسبعة عشر نتمنى منكم المهم طبعا أكيد أنا بشرفني أصلا أنه أنا أعضو بالمجلس وهذا شرف لي ما هي أهدافكم المستقبلية بشكل عام وهل ستطال بشكل مباشر اللبناني المكيم في لبنان مشهرينا نحن من زمان عم نشتغل على أدة طرق أولا كرجل أعمال وكمؤسس عندي عند خطط بدنا نتوسع إلى نفتح مكتب في العراق ومكتب في مصر وفي الجزائر وفي أبيجان ونتوسع لأفرية لأنه من الضروري عم نتقلبونا في هذا وهذا شي بتطلب موظفين وأكيد نحن أكثر موظفين اللبنانية حتى ولو كانوا في الخارج يعني أنا بشجع اللبناني هاللي مش قادر يحصل على وظيف في لبنان أن يسافر لأن المهندس مثلا هاللي بيعود ثنتين ثلاثة بالبيت بسبق الترين ما بيعود في يلحق التطور بس يخلص من الجامعة لازم يشتغل مهما يشتغل لازم يشتغل أما إذا عارب بالبيت لسنين فإذلك إذا ما في شغل في لبنان أطلع لبرة فإذا نحن اليوم بهمنا أن نوظف لبنانية فهذا هدفي أن نوظف لبنانيين بأي طريقة ما هي المقولة التي تمثل دكتور ناسيب فواز خليني لك أنا عندي شي بقوله وهذا قال من زمان من 1400 سنة ما أعرف مين قام بيعط أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو إلي ألا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني أنت ما وصلت مح ما وصلت لازم تعمل لو كان عمرك 100 سنة لازم تشتغل لازم لآخر لحظة لآخر لأنك بتعيش أبدا وعمل لأخيرتك كأنك تموت غدا يعني أنت بكرة بدك تعمل خير وتعمل مني وتعمل صالح وتساعد الناس حتى أنت تاخذ معك زواري إذا رايح فهذه أنا دائما أفكر فيها اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ولأخيرتك كأنك تموت غدا العمر الطويل لكم جميعا لك اللبنانيين وإن شاء الله بينجحوا كلهم خليك بصحتك شرفتنا وهذا كان لنا شرف كتير كبير أنك تكون شكرا على المعابلة هاي ونشكر نتكاست على أهميتها ونحن عم نتابع نتكاست يعني أولغا أنت شخصية مهمة نفتغر فيك كذلك الله خليك سلام سلام شكرا شكرا